من كمير لمحمد يختاري يقول وهل أنا إلا من غزية إن غويت غويت وإن ترشد غزية أرشدي هذه الأمة بعد 23 سنة أصبحت هي الأمة السائدة والأمة السيدة في الأرض اتجه مباشرة إلى قريش قال ما ينبغي لرجل أتى بهذا الشكل أن يمنع من دخول البلد الحرم لأداء العمر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي أيها المشاهدون الأعزاء حياكم الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في اللقاء الماضي توقفنا عند بعض الأحداث التي صاحبت مجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوقفنا عند حادثة الفيل لي حادثة مهمة لدرجة أن الله تبارك وتعالى ذكرها في كتابه الكريم وذكر بها قريشا حادثة الفيل باختصار قريش لما رأت أبرها الذي لم تقف له قبيلة من العرب إلا داسها وجاء بخيله وخيلائه وفيالته قريش أصابها الرعب خرجت إلى الجبال المحيطة بمكة لتنظر قريش هاته التي كانت تعبد الأصنام لم تفكر في أي يوم من الأيام أن هذه الأصنام هي التي ستحمي البيت عبد المطلب تعرفون أيها الأحباب لما أخذ أبرهة إبلا جاء عبد المطلب إلى أبره وقال له أما الإبل فهي لي أما البيت فله رب يحميه لم يقل له بل ولا اللات ولا العزة لأنهم في قرارة أنفسهم قريش كانوا يعلمون أن الله تبارك وتعالى هو رب هذا البيت ولكن كانوا يشركون معه آلهة أخرى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله إذا سألهم السائلون ولم تعبدون هذه الأصنام قالوا ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفة إذن أيها الأحباب أبرهة أرسل الله تبارك وتعالى عليه طيرا أبابي جعلته كالعصف المأكل قريش تنظر إلى هذه الطير التي ساقها الله تبارك وتعالى أسرابا وراء أسراب تلقي من مناقيرها ومن أرجلها حجارة ما سقطت على رجل إلا جعلته كالرميم قريش ينظرون بعدها بخمسين يوم ورد النبي صلى الله عليه وسلم حادث كبير مقدمة إرهاص بأن الذي أنزى خلق هذا البيت هو الذي يتكفل بحمايته وأن الذي سيؤدي هذه الحماية وسيطهر هذا البيت من الشرك يوشك أن يولد بعد خمسين ليلة يقول الله تبارك وتعالى ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل شوف لاحظوا معايا القصة ذكرها ربي باختصار في الصورة لكن الله تبارك وتعالى يقول لنبيه ألم تر رسول الله لم يرى لكن الخبر استفاضته والناس اللي شاهدوا هذا الخبر مازالوا أحياء اللي شاهدوا هذا الحادث مازالوا أحياء فهم يروونه رواية من رأى ورسول الله صلى الله عليه وسلم أكيد سمع فربنا يقول له ألم تر كيف فعل ربك يا محمد فربك يا محمد الذي حطم جيش أبرها فربك يا محمد الذي خلقك هو الذي حمى هذا البيت كما يمتن الله تبارك وتعالى على قريش ببعض نشاطاتها لإلاف قريش والإلاف قلت لكم أيها الإخوة الأحباب سابقا هو التحالف الذي عقده هاشم ابن عبد مناف عقده مع القبائل العربية اللي كانت في طريق التجارة وكان يعطيهم نصيب من الأموال مقابل أن التجارة مر في الحماية فهذا سمته العرب إلافا فالله تعالى قال لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف المطلوب من هؤلاء الذين حمى الله تجارتهم المطلوب من هؤلاء الذين حمى الله هذا البيت الذي جعل الله لهم به قيمة من المفروض أن يعبدوا رب هذا البيت فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف وفر لهم ساق إليهم الأطعمة والأشرب من كل مكان أطعمهم من جوع ووفر لهم الأمن حماهم الله تبارك وتعالى فكانت قريش لا تسطو عليها قبيلة لأنهم في حس قبائل العرب هم سدنة البيت وهم حماة الحرم إذن أيها الأحباب هذه نعم يذكر الله تبارك وتعالى بها قريش لعلهم يرجعون إلى الله لعلهم يتوبون إلى الله عز وجل الجن أيها الإخوة الأحباب كانت الجن قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصعد بعضهم فوق بعض يعني يديروا بعضهم سلم حتى يصلون إلى درجات من السماء يسترقون السمع لأن كانت الملائكة تتناقل الأوامر إن الله أمر بكذا فالملك المكلف يسمع الخبر من الملك الذي يبلغه فكانت الجن تستمع إلى هذه الأخبار وتقذف بها إلى الكهان يعني تجيب له خبر صحيح وتزيد معها عشر أو عشرين كذبة فيطغى الصدق على الكذب فيصدق الناس العرافين والكهان ولكن في لحظة من اللحظات توقف هذا العمل وإنا لمسنا السماء فوجدناها ملئة حرصا شديدا وشهبا وإنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا فعلمت الجن أن ثمة أمر جلل خلاص الكون رح يحتفل بمولود بميلاد شيء جديد اللي هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم الملائكة أيضا ولذلك في رحلة الإسراء والمعراج كان جبريل مع النبي صلى الله عليه وسلم كلما طرق باب من أبواب السماء قيل من أنت؟ قال جبريل قال ومن معك؟ قال محمد شيء قول الملائكة أو قد بعث؟ معنها مبعث النبي صلى الله عليه وسلم حدث عظيم كانت الملائكة تنتظره والكون كله ينتظره ولا عجب فهذا السيد ولد آدم الذي بعثه الله تبارك وتعالى رحمة للعالمين وحجة على الخلق أجمعين ولد النبي صلى الله عليه وسلم في الثاني عشر من ربيع الأول يوم الاثنين أما الاثنين فلا خلاف ربى مسلم في صحيحه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الاثنين فقال ذلك يوم ولدت فيه وفيه أنزل عليه فلا خلاف بأنه ولد يوم الاثنين ومذهب الجمهور على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولد في الثاني عشر من شهر ربيع الأول خمسين يوم أو خمسين ليلة بعد حادثة الفيل هناك روايات طبعا مرجوحة تقول بل في العاشر من ربيع الأول ورواية تقول بل في التاسع من شهر ربيع الأول لكن الذي عليه أكثر المؤرخين والعلماء أنه الثاني عشر من شهر ربيع الأول ولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الجو من الاحتفال الكوني ومن هذه الإرهاصات والأخبار التي تناقلها الكهان وتناقلها أهل الكتاب وأصبح الناس كلهم يتكلمون عن مقدم هذا الرجل كانت اليهود في المدينة تستفتح على الأوس والخزرج يقول لهم لقد جاء زمان نبي قد أطل زمان نبي نتبعه ونقتلكم معه قتل عاد وإرم فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين إذن أيها الأحباب ولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولكنه ولد يتيما نزل إلى هذه الدنيا وهو لم يرى أباه ولا يعرف أباه والأمر العجيب أيها الإخوة الأحباب أن بعد أربع سنوات بعد ست سنوات من ميلاده عليه الصلاة والسلام تلتحق أمه آمنة بنت وهب بزوجها لتزور قبر زوجها في المدينة المنورة ويشاء الله أن يقبض روحها هناك بعد سنتين من وفاة أمه آمنة بنت وهب يفقد رسول الله صلى الله عليه وسلم جده العطوف عبد المطلب الذي كان يحتفل برسول الله أي محتفال ويحتفي به أي محتفاء كان له فراش يوضع له عند الكعبة لا يجلس فيه أحد من أبنائه فراش مخصص فقط لعبد المطلب ابن هاشم ابن عبد المناف اللي كان سيد قومه ولكن إذا جاء رسول الله وهو طفل صغير فإن عبد المطلب كان يجلسه على فراشه ويقول إن ابني هذا سيكون له شأن كيف عرفوا أو كيف توقعوا أنه سيكون له شأن تقول آمنة بنت وهب تخبر النساء أنها لما حملت به وأوشكت على المخاض والوضع قالت رأيتك أن نورا خرج من بطني أضاءت له قصور الشم سئل النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الذي رواه الإمام أحمد جاء العرابي قال يا رسول الله ما كان أول بدء أمرك يعني حكينا عن الماضي انتعك فقال أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى أخي عيسى أو بشرى عيسى هكذا جاءت الرواية ورأت أمي حين حملت بي نورا يخرج منها أضاءت له قصور الشام ببصرى أو قصور بصرى بالشام لاحظوا معي أيها الأحباب أن النبي صلى الله عليه وسلم كيف يعرف نفسه أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى ورأت أمي أن نورا يخرج منها أضاءت له قصور الشام قصور بصرى بالشام ما هي دعوة إبراهيم ما هي بشرى عيسى عليهم جميعا الصلاة والسلام أما رؤيا آمنة بنت وهب فقد فهمناها وفعلا هذا النور الذي خرج من بطنها هو محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام بل إنها رأت رؤيا أخرى أنه جاءها هاتف في المنام وقال لها إذا ولد لك هذا المولود فسميه محمدا ثلاث مرات وجهة الرؤية هذه وقولي أعيذك بالواحد أعيذك بالواحد من شر كل حاسد تكررت الرؤية على آمنة بنت وهب فكان جده عبد المطالب يحس من هذه الرؤى أن لهذا الولد شأن وأن له قيمة والعرب كانوا أذكياء ما هي دعوة إبراهيم وما هي بشرى عيسى إلى لقاء مقبل بإذن الله استودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله من كبير لمحمد يختار فيه كفة التوحيد والحق المبين